السلام عليكم سلام عليكم حبيباتي كديرين لبس عليكم اتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير مرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناة هاد الفيديو ديال اليوم اللي بنات درتها على طلب ديالكم فبزاف منكم رسلوني على الانستغرام كطلبوا مني هكا وصفات لزيادة في الوزن فاقلت البنات عوض ما نكتب لكل لوحدة فيكم علش الله ما ندير هاش فيديو باش الفائدة تعم على الجامع كما تبليكم البنات الوصفة ديالنا بثلاثات المكونات فقط وهات ثلاثة المكونات فعالين جدا 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 في زيادة ديال الوزن هات ثلاثة ديال المكونات البنات فيهم الاول هو السوجة اولا السوية فول السوية كيفما تتشوفوا السوجة المكوين التاني كيفما تتشوفوا هو السيمسيم اولا الزنجلان هذا الزنجلان هذا كتشدوه كتنقيوه مزيان كتحيدو مندوك الشوائب ولادوك الأحجار التي يكونوا فيه كتغسلوه كتشدوه كتشدوه المكوين الثالث والاخير اللي هو زريعة الكتن هي هذه البنات وحنا كلنا تنعرفوا الفوائد ديال زريعة الكتن المنافع ديالها اللي غزالها في الجسم اللي ممكن تكال غير بوحدها فهي زوينة بزاف زريعة الكتن هي تصلح الناس اللي بغاو يضعفو تاخدي زريعة الكتن قبل المكلة هي تنقصها في الوزن الغرض ديالنا مش أننا ننقصه في الوزن ولكن نزيده في الوزن فنرجع معكم للصوجة السوجة يا البنات كنعرفوا كل المنافع ديالها كنعرفوا المزايا ديالها انها تزيد في الوزن تزيد في المناطق الانتوية بالضبط فهي غزالة بزاف تزيد هكا الهرمون ديال زيادة في الوزن سخطو البنات في المناطق الانتوية كيف ما قلت لكم فنرجع للبنات طريقة ديال كيفاش غدي نستعملو هات ثلاثة ديال المكونات غدي نشدوز السوجة او لا فول السوية كما قلت لكم غدي تنقوهم زيان غدي تحمصوه غي هكا في مقيلة هكا تحمصو غدس هدوه باش يسهل عليكم يسهل عليكم الطحن دياله مليا البنات ملي غدي تحمصوه مزيان غدي تحطوه غدي تدلو نفس الشي الزنجلان غدي تنقوهم زيان غدي تحيدو من ذوك ذاك الحجر اللي تيكون فيه يتنقى مزيان تنقوه وكل شي وتغسله عدك ساعات اتحمصوه تهوه في المقلاء بحال السوجة إلا ما بغيتوش تدلوه مقلاء ممكن انكم تدخلوه هكا الفران غير البنات اردوه لباش ميتحرقش لكم حين الهدف ديالنا مش انهم اتحمصوه الهدف ديالنا غي تحيد منهم ديك الرطوبة اللي فيهم باش اننا نقدروه نطحنوهم فنفس الشي غدي نديروه لزريع تلكتان تهيي البنات مل احسن غي هكا في مقلة صغيرة فوق البوطة تهيي تصهدوها شوية تديوها و تجيبوها هكا غي باش تصهاد باش تضغيها تطحن معاكم حيتاش كمسلا عرفوا زريع تلكتان صعيبة شوية إلا بغينا نطحنوها كتجي هكا كتلصق كتجي هكا ما 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 يعني كتجي صعيبة هكا في الطحن ديالها فضروري لكم البنات انكم تصهدوها شوية في المقلاء المكونات انا غدي نعطيكم بالضبط المكونات هكذا عندكم البنات السوجة غدي تديرو مثلا نص كيلو إلا درتوها البنات نص كيلو ديال السوجة غدي تديرو معه نص كيلو ديال زنجلان وغدي تديرو نص ديالهم ديال زريعة الكتان مفهوم هذه القضية ديال البنات يعني السوجة مع زنجلان بحل بحل ونص ديال هون ديال زريعة الكتان إلا درتو رابعة ديال زنجلان رابعة ديال السوجة كديرو رابعة ديال زنجلان وكديرو مئة قرام ديال الزنجلان يعني النص ديال هذا النص ديال زريعة الكتان كما كنت لكم هادشي كل شي كيتحمص وكيتطحن فانا البنات راني طحنتوا من قبل غير باش من هذا هو هذا طحنتوا درسوا في هاد القرعة هذي ديال الزج انتو ما البنات تديرو في القرعة ديال الزج ما تديروش هكا في قرعة ديال بلاستيك في كمات يبال لكم فانا طحنتوا هو هذا نوري لكم كيتطحن البنات حتى يتنيل مزيان بحال هكا وهذا هذا هو الخليط ديالنا اللي تحصلنا عليه بعدما حمصنا هاد الشي كل شي لابايا البنات غادي نرجعوا للطريقة ديال كيفاش خاصنا هدا هاد المكونات هادو هادم هرمه ديال الحليب هادم你看 هادم فبزاف منكم هأت منyez مغاها البنات غادي نبي yet هادا هواف سجل لمغاها العزان اخذ الحليب عادي جداً وستعمله اخذ الحليب المواد التي ذكرت لكم مطحونين ومعهم الشوكولة الشوكولة بودرة التي نفعلها في الحليب الوليدات لا يوجد أي شكلات في الدار نستعمل نأخذ الحليب نضيف ملقة ونضيف الملقة 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 الكبيرة الجهاز الملقة كبير لأخذ ثم النعائج الملقة 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 الشوكولة اضافة شوكولة بودغ اضافة شوكولة بودغ اضافة شوكولة بودغ اضافة شوكولة بودغ هذه هي الوصفة المعجزة ووزنها بودغ هناك قوة افكاس خطيرة الغرف نتيجة الزوينة وستحسن هذه شوكولة في 15 يوم سبينتلكم نشرب خليط الخليط نشربه ثلاثة مرات في النهار في الصباح سوف تشرب كاس كاس المهم سوف تشرب سوف تشرب خليط الخليط سوف تشرب خليط الخليط بعد الغضاء سوف تشرب كاس ثلاثة مرات في العشاء ثلاثة مرات في النهار لا تشرب هذا الشيء قبل المكلة حيث اذا شربت قبل المكلة فهي ضعف فهذا الخليط تشربوه من اللي كتكونوا واكلين من اللي كتفتروا مزيان كتشربوه كاس الغضاء كتشربوه كاس وكتشربوه كاس وكتمشيو كتنعسو والله العظيم البنات إلا في ضرف سيمانة خمستاشر يوم مجددا لكم فرق كبير في الجسم ديالكم هاد الوصفة غزالة هاد الوصفة فعالة وبزف انا شفت بزف ديال البنات جربوها والقفية الاستحسان ديالو والله العظيم البنات اللي جربوها البنات أنا كتنظر مع البنات اللي صفتو لي والبنات اللي كيعانيوها كمن نحافة المفرطة او للبنات اللي تيقولوا لي يتناكلوا ولكن المكلة ما كاتبانش فينا فجربوا البنات هاد الخليط هادا وما غاديش تندمو عليه هاد الخالط زوين بزاف اغزال الزيادة في الوزن. فهذا هو الفيديو للبنات ديال اليوم. نتمنى انه يعجبكم. وبالاخص انني البيت الطلب ديال البنات اللي بغوا هاد الوصفة هادي. ويجربوها ويلقوا فيها الاستحسن ديالهم. اخليوها ليه في كومنتر. وصلت نهاية ديال الفيديو. الى عشكم البنات لفيديو ديال اليوم. ديروا جيم. وتابنوا ومرحبا بكم. وبسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله. بسلام عليكم.